موسيقى صباح الخير احراق داعش طيار الاردني الاسير معاذ الجساسب وهو حي تصدر صحف بيروت بوقت برز اهتمام الصحف بالجولة الخامسة من الحوار بين تيار المستقبل وحزب الله وبالمحادثات التي باشر المفد الرئاسي الفرنسي فرانسوا جيرو امس هذه العنوين وغيرها سأتابعها في حلقة اليوم على استاذ علي حمادي الكاتب بجريد النهار وعضو المتب السياسي بتيار المستقبل صباح الخير استاذ علي اهلا وسهلا بك شكرا سلامتك يمكن وابحوه الله يسلمك شكرا من برودة الطائس الموضوع الابرز اليوم هو اعدام الطيار الاردني حرقا حيا هالموضوع استحوذ على اهتمام الكتاب والكاريكاتوريست ومنهم امجد رسيم بجريد الشر الاوسط الذي رسم عنصرا من داعش يضرم بيد النار بقفص وبيد اخرى يرفع شارة النصر بوقت تطاير الشرر نحو فتيل قذائف يقف العنصر في وسطها هذا بمعنى الرد الذي سوف يأتي على هذا العمل الهمجي هو اكتر من همجي يعني فعلا صعب وصفه صعبت ليلو وصف يلائم هذا العمل الكبير اللي صار مبارح بكل الاحوال هذا يعجب ان يدعونا الى التفكير ماليا بما هي داعش وما هو هذا الخطر الكبير المتأتي من داعش وما هي اسباب نشوء هذه الحالة الداعشية التي نشأت من رحم عذبات الناس ايضا بمعنى انه هذه تشبه ايضا ما يحصل في سوريا ما يحصل في هذا النظام الذي يقتل الناس ايضا ما لازم هذه تنسينا هذه يعني تعتبرهما وجهان لعملة واحدة بطبيعة الحال وانا بعتبر انه الخطأ الكبير وهذا ليس ليس تقديري الشخصي انما تقدير الكثير من المراقبين في الخارج تقدير ايضا الفرنسيين الرئيس الفرنسي فرسو أولاد انه عدم تلكق الامريكيين وتلكق الغرب في حسم وفي المساعدة على انتصار الثورة السورية في بدايتها افسح المجال امام ذبح المعتدلين على يد النظام وافسح المجال امام ظهور هذه الحالات وذبح المعتدلين ايضا على يد هؤلاء فاصبحوا بين فكي كماشا هذه خطورة المسألة انترك الوضع السوري انترك الوضع الاعرائي بهذا الشكل الحالة نوري المالكي وتطرف نوري المالكي ومذهبية نوري المالكي دفعت ايضا الامور في العراق بحيث انه 5000 مقاتل من داعش استولوا على تلت العراق بس كانوا موجودين يعني قبل المالكي حتى قدروا يتحركوا بهذه السهولة كانوا موجودين انما قدروا يتحركوا بسهولة لانه كان في جو معين انشأته هذه الاعمال او هذه التصرفات والسلوكيات المذهبية والخطيرة التي ارتكبها المالكي في العراق وبشار الاسد في سوريا اليوم جريدة الحياة استاذ علي بكلمة واحدة عنوانة هذا الموضوع بالبربرية بطيات الخبر اشارة لموقف الرئيس اوباما الذي قال اذا ثبت صحة الشريط يتأكد شروع بربرية تنظيم داعش وايديولوجيته المفلسة بما كان اخر اشارت الحياة الى ان اعدام الطيار تسبب بصدمة كبيرة وبحالة من الظهول والغضب الشديد في الاردن ليس في الاردن فقط في العالم العربي نعم وردت عليه الاردن اليوم باعدام من كانت داعش تطالب بمبادلتهم بالطيار الاردني وهي المرأة ساجدة رشاوي واحد الموقفين الليفت انما هيدا ما رح يشفي غليل الشعب الاردني ولا رح يشفي غليل اهل هذا الطيار البطل الذي احرق السؤال هو ماذا بعد السؤال هو التفكير التفكير السياسي التفكير ماذا ينبغي ان نفعل ان يفعل العالم العربي في مواجهة داعش وفي مواجهة ينبيع داعش وانا اعيد واكرر انه ينبوع داعش الاساسي هو النظام في سوريا الليفت كما كنت اقول انه التلفزيون الرسمي الاردني قال الطيار اعدم منذ ثالث من كنون الثاني الماضي وكان يفوضون داعش هذا التوقيت لبث الشريط مثلا يبدو لانه كان في مفاوضات عم تحاول داعش انه تبادل ساجد الرشاوي بداية انحكى بموضوع الطيار ثم يبدو ان السلطات الاردنية طلبت طلبت داعش قبلت بالمقايدة بمقايدة الرشاوي بالطيار معه لكن طلبت تأكيدات على انه حي ما ادروا يقدموا هذه التأكيدات وما ادروا يقدموا هذه الضمانات وما ادروا يقدموا حقائق ملموسة ممكن الاعتداد والاتكال عليها ثم انتقل الحديث الى المبادلة مع الياباني مع الرهينة اليابانية هذا الصحافي والهوني كمان بهمني انه نحكي كمان كلمة على الصحفيين اليابانيين اللي هنه من انصار الثورة بسوريا هو اللي تركوا اليابان على مسافة 13 الف كيلومتر واجوا يسندوا صحفي اجوا يسندوا الثورة السورية اجوا يدربوا الثوار والصحفيين المواطنين في سوريا صحفي الثورة على القيام تقنيا لا يقدروا يقوموا بمهماتهم لابراز وجه الثورة من اتلهم داعش اتلتون يعني داعش هي الوجه الاخر لما يحصل هذا بأي حال برأي المستقبل اليوم اللي كتبت عن ممارسات سلطة الاسد بسوريا وبعض العصابات الطائفية بالعراق تقول تقول الارهابيين ولا تردعهم في مزدواجية السلاح والقرار في لبنان والتورد بالنكبة السورية لا يفعلان سوى اضعاف مناعة الجسم اللبناني بس الاردن ما عندها فريق عم بقاتل بسوريا وتعرضت لما تعرضت لا لأنه هناك شكوك كبيرة وشكوك يعني يوما بعد يوم عم بتزيد وعم تقوى وعم يكون عم بيكون إلى مستند وهي أنه داعش تخدم في مكان ما وفي أمكنة عديدة تخدم النظام وتخدم المشروع الإيراني في المنطقة رئيس الأمريكي لا يعرف هذا يعرف ذلك لكن الرهاني الأمريكي هو على شيء آخر الرهاني الأمريكي هو على محاولة نعم محاولة الربط مع إيران محاولة الربط مع الرئيس حسن الروحاني نعم ومحاولة الوصول إلى صفقة في النووي وتحالف المنطقة حساباته مختلفة عن حسابات المنطقة حسابات أوباما مختلفة عن حسابات العرب منى نفس الحسابات وهذا سبب أساسي من الخلافات التي طبعت المرحلة السابقة وربما حتى الآن بين حلفاء أمريكا العرب وأمريكا نفسها والإدارة الأمريكية الحالية الإدارة الأمريكية الحالية ارتكبت عبر هذا السلوك السياسي وقرارها وقراراتها في المنطقة ساهمت في ارتكاب أكبر جرائم حصلت في المنطقة يعني علينا انتظار وهذا ليس قولي هذا أنا هذا قول المسؤولين في السعودية في الكويت في الإمارات في قطر في كل مكان وهذا هو أحد أسباب هذه هي أحد الأسباب التي تؤدي إلى نمو حالات مثل داعش داعش ما واجهت النظام الغرض اللي عم بشنو الحلفاء بهذا المعنى منافع عالي أو منا صادقة بمعنى الكلمة لا هي بنفس الوقت هي بنفس الوقت فيها هي يعني الولايات المتحدة لا تتحرك دفاعا عن مصالح الآخرين نعم أنها تتحرك دفاعا عن مصالحها وتتحرك أيضا في إطار يخدم ما تريده من هذه المنطقة الأمريكيون يريدون التوصل إلى اتفاق مع الإيرانيين هم متحالفون مع الإيرانيين في العراق وبشكل أو بآخر تركوا للإيرانيين إدارة الملف السوري بشكل كبير فوّدوا الإيرانيين يعني نعم يعني ساهموا بتدعيم أو بمنع سقوط لأنه ما تدعم نظام بشر أسد منع سقوطه حتى الآن منع سقوطه حتى الآن غطوا الدخول أو تورط حزب الله في هذه في سوريا وأيضا منعه إذا بتتذكري يعني ما في أي ضربة عسكرية عم تتوجه لداعش بالعمق عم من ضرب من ضرب مناطق في العراق لأنه خوفا كان في خوف على الحلفاء حلفاء الولايات المتحدة في العراق اللي هني المالكي وهي المجموعة التي تتحرك في الفلك الإيراني عمليا الحلف الأمريكي الإيراني بلش يتوضح وهو الذي نمى هذه الحالات نعم وهو يستفيد منها وهل هو باستطاعاته إزالتها يعني بالتالي يعني يعني بدي أسألك سؤال أنه أنه داعش ما كان فيها تطلق صراحة وتبادل هذا الطيار أرادوا أنه يعملوا خضة أنه يعملوا خضة هذه الخضة مين مفروض أنه تخدم بعامة الناس ما بنحكي على صعيد المسؤولين لأنه المسؤولين بيعرفوا بيعرفوا شو وراها مين بدأت تخدم هذه ما بتخدم إلا المشروع الإيراني في المنطقة وفي سوريا لفتني اليوم قال ريتو بجريدة الديار بتوقيع نور نعمي بتقول الآن عرفنا ماذا اقترفت أيدينا يا دولة الرئيس تخاطب الرئيس الشهيد رفيق الحريري بتقول لم يكن رئيس وزراء لبناني فقط ولا شخصية لها علاقات دولية فقط بل نهج رادع وحصن منيع أمام الأصوليات التي تفشت الآن في منطقتنا وتقول رفيق الحريري كانت دواء لن يمنع أن تتحول الأراضي اللبنانية والعربية لأرض خصبة للمتطرفين والإرهابيين صحيحة يعني هون منقدر نفهم سبب اغتياله من الأساس يعني لكي تصل الأمور إلى ما وصلت إليه الآن لا طبعا من مفعيل أو من نتائج ومن عواقب اغتيال رفيق الحريري وما أعقبها من سلوكيات اللي هي منها الاغتيال ومنها الغزوات ومنها الكثير من الأعمال التي تعرضت لها تعرض لها الاعتدال اللبناني والاعتدال العربي أنه قدت إلى تفشي هذا التطرف طبعا رفيق الحريري كان سد منيع لكن سد منيع ما بتواجهه بالقتل وبالفين كيلو تانتي بنص بيروت هذا 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 أولا على صعيد آخر كل السلوكيات التي طبعت المرحلة منذ اغتيال بعد اغتيال رفيق الحريري من عشر سنوات حتى من عشر سنين لليوم عبر هؤلاء الذين اغدالوا رفيق الحريري إما مباشرة أو بالقرار أو بالمشاركة كلها قدت إلى تفشي هذه الأصوليات يعني غزوة بيروت سنة الالفين وثماني شو عملت سئ أزهمت في ذلك سلوكيات حزب الله في كل هذه المرحلة السابقة وصولا إلى انقلاب في الالفين وصولا إلى التورب في الدماء السورية وهيكي يعني تنمية الأحقاد المذهبية والطائفية في سوريا وفي لبنان شو وديت ما انت شفتي شو صار كمان بهؤلاء الحجاج يعني الزوار الذين قتلوا في نصف يعني بواسط دمشق طيب هذي شو هاي طيب استاذ بعلم هذي شو أسبابها يعني إلا أسباب يعني بتقول بتقول كتبة المقار ما بدنا ننسى المورد ما بدنا ننسى الطرف المورد هناك من يورد وهناك من ورد اللبنانيين ومن يسهم في توريث هذه المنطقة وفي توريث الأحقاد جيلا بعد جيل نعم ولكن هذا الذي تتحدث عن هذا الفريق يعتبر أن وحشية المتطرفين تؤكد ثوابية خياراته بمكان ما يعني بأنه هو يلوذ عن لبنان يدافع عن لبنان كي لا تصل إليه أياد المتطرفين حتى بهذا المقال اليوم أنه بتسأل ما هو لبنان بعد رفيق الحريري لبنان المحبط الغارق بالعصبيات المذهبية لبنان أحمد الأسير رغم زوال الأخير من الساحة السياسية لكن نهجة وأفكار الأخير مزروعة بنفوس عدد كبير من اللبنانيين بس الوجه الآخر لأحمد الأسير هو 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 حزب الله حزب الله أصولي حزب الله مذهبي حزب الله يقتل الناس يغتال حزب الله متهم باغتيار رفيق الحريري ما بدأ ننسى صحيح أنه في حوار صحيح أنه في حوار بين تيار المستقبل وحزب الله لكن ما بدأ ننسى الأساسيات ما بدأ ننسى أنه أنه هني مسؤولين وهني واقفين وراء عمليات اغتيال كبيرة في البلد في اغتيال الاعتدال ما بدنا ننسى ايضا محمد شطح ما بدنا ننسى ايضا ويسام الحسن يعني نحن خلينا نرد الامور الى اساسياته وما نضيع الناس نحن منذ البداية في نحن كنا ولا نزال مع الحوار مع حزب الله باعتباره يمثل الشريحة كبيرة من اللبنانيين وهي طائفة كريمة نعم انما هذا لا يعفي حزب الله من مسؤوليته بالاغتيالات حزب الله تنظيم وماكينة قتل موجودة طب اذا ما اعترفين بهذا الشيء ليش بعد تكون قاعدين معهم عنافس الطاولة ما تخفي على الهد اعلمية ما فيهدنة اعلمية ما فيهدنة اعلمية لا لا ما فيهدنة اعلمية فيه كلام صريح واذا كنا نحن بهمنا نساهم باستقرار البلد هذا لا يعني ان نتغاضع عن الحقائق ولكن مش ازدواجية هذه الاستاذ علي يعني بمال بتكونوا عم بتتحكوا مع بعض وبمال اخر انا مع الحوار مع الحوار على اي اساس واليوم بعد كل الكلام اللي قلته اذا اليوم طلب الي انه اقعد على طاولة حوار بحزب الله بقعد على طاولة حوار كقوة 14 لكنني اقول الحقيقة وهذا ما يحصل الحقيقة انه بالحوار عم ينحكى هيكي طبعا انحكت الحقيقة مبارح اي مش باجواء تشنج بمعنى انه يعني بنا جلسات شتائمية لكن لكن عم بنحكى عم بنحكى عن التجاوزات عم بنحكى عن الاعلام عم بنحكى عن المسلحين عم بنحكى على الزعران الفلتانية شو عم بنرد على هذا الحكي شو عم بنرد عم بنرد بايجابية على الاقل لفظيا عم بنرد انه نحن يعني الفريق الاخر حوزب الله عم بيقول انه نحن رح نعمل كل جهدنا لمعالجة هذه الامور التي يشكو منها ليس فقط الفريق الاخر يعني قوة 14 انما حتى المجتمع الشيعي او البيئة البيئة الحاضنة لحوزب الله الشعي تشكو من هذه الحالة نعم ولكن هذا تفصيل صغير بملف كبير يعني حزب الله عم بتجاوب بهذه التفاصيل الصغيرة بس الكبير متروك على الجنة لانه اتفقنا لانه اتفقنا انه الامور الكبيرة منها لا بيئدنا ولا بيئد حتى قيادة حزب الله المحلية حزب الله بالنتيجة هو ذراع ايرانية وهو قرار ايراني ما نكسب على بعضنا وما نسير بعضنا بشو مكان هذا جزء من هذا تنظيم امني عسكري مخابراتي طبعا نعم بتجلياته اللبنانية عم بيمثل بانتخابيا وشعبيا حالة لبنانية هذا موضوع اخر لكن التنظيم التنظيم هو فولاذي وحديدي ما بيظهر من خارج الارادة الايرانية والدليل على ذلك انه 1200 اتيل بسوريا 1200 اتيل بسوريا والحبل على الجرار وما تغير القرار وبعدين القول بانه هني يمنعون لانه المبرر لاعطال المشاركة بالقتل ما زال قائما انهم لا يحمون لبنان انهم يعرضون لبنان يعرضون اللبنانيين بالعكس قبل ما يتورطوا بسوريا قبل ما يتورطوا بسوريا ما كان في شي بلبنان اذا عم بيقولوا انه هني عم بيقوموا بحرب استبائية انما هذا هذا رمي هذا تنجيم كان انما هذا قرار كان القرار هو الاسهام في منع سقوط بشار الاسد نقطع على السطر نرجع منتابع حديثنا بالمواضيع الاخرى لماذا اتى المبعوط الفرنسي الى لبنان وهو لم يحمل جيرو ايه اي جديد لانه راح الى ايران اي بس يبدو انه ما جيته هلأ ما فيه اي جديد بعد الفاصل رح نحكي عن هذا الموضوع لحظات ونعود علمت جريدة النهار اليوم انا الموفد الرئاسي الفرنسي ابلغ المسؤولين الذين ارتقاهم رسالة حملها من الرئيس اولاند مفادها التأكيد على متابعة الملف اللبناني ومساعدة لبنان باستحاء رئيس جديد للجمهورية على علمك حمل اي عنصر جديد في هذا الملف يعني حاول الفرنسيون انه يعني يقاربوا المسألة من زاوية التواصل مع الايرانيين لانه بالواقع من يمنع انتخاب رئيس جمهورية جديد اليوم هو قرار اذا بترجع الى راسه موجود بطهران مش عم بقول انا انه يعني مش لانزم حدا محليا لكن هذا قرار من جملة القرارات التي تتخذ لتجميع اوراق لما بيكون في طرف اقليمي بقوة ايران هم بفاوت طرف دولي مثل الولايات المتحدة بموضوع الاتفاق النووي العتيد او المنتظر جزء من الاوراق التي يحتفظ بها الايرانيون هو ورقة موجودة بلبنان زائد بسوريا زائد 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 بكتير محلات وصولا الى اليمن بموضوع رئيس الجمهورية واضح هناك طرف يمنع انتخاب رئيس جمهورية هو الطرف الآخر يعني مجرد الاختباء خلف ترشيح الجنرال ميشيل عون هو تعطيل الانتخاب لانه العماد ميشيل عون اللي له صفة تمثيلية ما حدا بيقدرين كرى اللي هو يمثل يعني شريحة مسيحية وازنة والبديكة واله تاريخ والبديكة فيك تكون معه تضده ما فيك ما تحترفيله بحقيته بالترشح لكن جعل الترشح الجنرال ميشيل عون عائق امام حصول الانتخاب بهذا المعنى امر منه معقول القول انه يام ننتخب الجنرال العون او ما بنقدر نعمل انتخابات رئاسية كمان شغلة ما انا معقولة لانه محاولة تفرض رئيس جمهورية على بقية اللبنانيين والاهم اهم انه بتركيب اللبنانية العماد ميشيل عون انا بتقديري استحيل انه يعمل رئيس جمهورية لسه ما واحد بسيط لانه اذا بتحطي بتوازنات القوى بلبنان بيصير فيه بيختل التوازن بيصير فيه رئيسين من 8 ازار برئيس من 14 ازار ما هنا الكلام انه كمان حزب الله ما بيقبل ليصير العكس انه رئيسين من 14 ورئيس من 8 يعني ما حدا عم بيقول لانه قوى 14 ازار واولهم الدكتور سمير جعجع قالوا نحنا مستعدين نتفق على مرشح تسويق نعم ولكن بمجرد مرشح تسويق مرشح تسويق باي مرشح سيعتبر تلقائيا انه ضد 8 ازار يعني اللي مش منا هو ضدنا هيدا هيدا ما بيعود المشكلة مشكلة 14 ازار هيدا بيصير المشكلة مشكلة موجودة ايضا عن 8 ازار انه من ليس منا ليس معنا وهو ضدنا نائب وليد جونبلات اليوم بيقول لنقول لنصيف بالاخبار رئاسة هنا مرح تخلى عن عن ناري ما هيك لا بقول رئاسة هنا لا في السعودية ولا في ايران الحوار مفيد وامل لان يعني نحن محكموا بالحوار ولا حل سواه على ماذا يراهن النائب جونبلات بما انه قال مرح نتخلى عن انري حلو كمان منه هدا تصلب بمكان ما لا مش تصلب هذا للقول للتسكير لكل الافريقاء انه رئيس جمهورية بلبنان اذا كان طرفا وللاسف الجنرال مش رعون هو طرف هو متحالف مع حزب الله متحالف مع الايرانيين متحالف مع بشار الاسد ما ممكن انه انه يجي رئيس جمهورية ويكون الوضع طبيعي بالبلد حتى الان لم يقدم دماناته كان في جزء من من الحوار نحن ما ننسى انه طوال العام الماضي كان في حوار ولا يزال التواصل قائما بين الطيار المستقبل وطيار الوطني الحر حول هذا الموضوع حول موضوع رئيس جمهورية ممكن عم بين اهل انه ما هي الخطوات يا ايها الطيار الوطني الحر اللي بده يخذها الجنرال مشيل عون لا يثبت انه بالوسط وانه على مسافة واحدة وانه ليس متحالفا لا مع الايرانيين ولا مع حزب الله وطبعا مش مع السوريين حتى الان لغاية اليوم بعد مرور حوالي السنة وشهرين على بدء هذا التواصل الكثيف مع الطيار وطن الحر وهذا ومستمر ويجب ان يستمر ما ما فيه اي خطوة جدية وملموسة بالعمق اذا وهذا بيخلي الامر مستحيل لما بيقول الاستاذ وليد جملاط انه الرئاسي مانا بايران ولا بسعودية مش مظبوط الشي مع احترامي هو بيعرف اكتر يمكن بيعتبر انه عند المسيحيين لا هو يريد انا بتأديري يريد يعني هو عم بيبلغ رسالة اذا بقرام نيح وما بعرف اذا اذا عم فسره من المظبوط عم بيقول يا ايوان لبنانيون ردوا الرئاسي للبنان قادرين نردها مظبوط بهاشي بهذا المعنى استاذ وليد جملاط معه حق انه نستطيع انه لبنان نعيد لبناني الاستحقاق الرئاسي لكننا عبر هذا التصلب وعبر هذا الانسداد بالافق الداخلي شو عم نعمل عم نخلي الورقة موجودة بتهرار يعني مظبوط اذا تفكر اللبنانيون على شخص معين الخارج ما بيقدر وعمليا عمليا بدك اكتر من هيك ما في فيتو سعودي على حدا ما في مثل ما كان عم بي عم بينحكى انه في فيتو سعودي نعم مانع الجنرال عون يوصل لرئاسي الجمهوري مش صحيح الشيء لكن بالمقابل بالمقابل هناك خط بيبلش بطهران بيخلص بي حر تحريك هو مسكر مسكر الباب هل بتعتبر انه تعاليا مصلحة حزب الله استزعالي انه يوصل العماد عون لرئاسي اه مصلحته اكيد مصلحته تعتقد انه العماد عون اذا وصل لرئاسي بيقبل الدل الأمور بهذا الشكل ما مننسى قص التوحيد البندقية والبندقية الشرعية هذه بيوقتها ما بقى في شي اسمه توحيد البندقية وبعدين بيوصل الجنرال ميشيل عون اذا اليوم قدروا يوصلوا على رئاسي الجمهورية بيكون وصل محور معين الى رئاسي الجمهورية ما نتحك على بعضنا منو منو اولا شو بيقدر يعمل رئاسي الجمهورية لو وصل لو وصل محور معين الظروف مختلفة فرقة 25 سنة من يومتها الى هلأ لبنان تغير الجيش اللبناني تغير العماد عون تغير كبر 25 سنة الطيار الوطني الحر اولا ما كان موجود وقته كان حالي شعبية هيكي فيها حماس طيار الوطني الحر وحزب له مصالح له شبكة مصالح بس رئيس الجمهورية افترضنا انو وصل محور معين لرئاس الجمهورية شو بيقدر يعمل وهو ما عنده صلاحيات مما تخاف كوة 14 قدار عندها لا الوزن رئيس الجمهورية اساسي لكن بكل هالكلام وبريد انا اللي عم بيشوفونا من محبي العماد عون يفهموا انو هذا منو ذنب بالجنرال العون جنرال العون له شرعية شعبية وشرعية سياسية وشرعية نيابية وشرعية اذا بدك تاريخية لبدك نعم وشخصية اساسية بالبلد لكن موضوع رئيسة الجمهورية بده تفكير بعمق اكبر وبده توازن حتى الان التوازن ما بيان من يمثل هذا التوازن نحن ندعو الجنرال العون وندعو الطيال الوطن الحر الى انو فعلا ينشغل على ذلك من يمثل بالنسبة لك استاذ علي من يمثل التوازن اليوم وبيكون عنده قوة وما بيكون رمادي ولا يغضب أحدا لا لا ما حدا قوي خلينا نكون خلينا نكون قوة مش بعضلاته القوة في قوتين بالبلد في حزب الله وحلفائه في قوة 14 أزار مجموعة وقف بوجو منعته يبلع البلد هذه القوتين بالبلد والرئيس بين الاثنين وهناك من هني بـ 14 أزار لكنه يمارسون الوسطية نعم هني بـ 14 بقلبا وقالبا وتأسيسا ومثل ولي جملات وجمهور ولي جملات نعم ويميلون الى 14 أزار وهني أساسا خلقوا 14 أزار بس ما يلوا الدف بالسياسة اللي ما كان آخر لكن لا ما يلوا فترة من فترة اتميلوا الدف لكن يحاولون الوقوف على مسافة هيكي بالنص للمساهمة بمنع نشوب حريق أو منع انفجار بالبلد ليش لا من هو مشكلة بالعكس يعني من بدأ ارجع لسؤالي من هو اللي عنده هالسفة اللي عم تتحدث عنها يعيد التوازن هناك مجموعة من المرشحين من البلد ممكن التوافق حولهم معروفين أساميهم في 3 أربعة مبينين ممكن يكون في آخرين منهم مبينين عم نحكي من قائد الجيش حكم المصرف المركزي الاستاذ جعباد في آخرين كمان منهم مبينين هؤلاء قيمة هؤلاء يعني أي واحد منهم ممكن يرضي وين تمثيلهم وين تمثيلهم نعم تمثيلهم يعني دائما المسيح بيشكي انه بيوصل لرئاس جمهورية شخص لا يمثل يعني هال ما بعف اذا صارت مثل العقدة بالدن المسيحي نسبة لي ما يجرى عند التواقف الأخرى مظبوط لكن تمثيل الرئيس المسيحي في هذا الشرق المضطرب وفي هذا اللبنان المضطرب وفي صراع الأصوليات لأنه نحن عنا أصولية سنية لكن بوجهة أصولية شعية وهذه الأصوليتين عم يتناطحوا بهذه المنطقة وعم نشوف النتائج كيف عم تكون من العراق وصولا إلى لبنان نزولا إلى إلى اليمن بهذه الحالة أنت بحاجة لحكماء أنت ما أنك بحاجة ل من عنده 27 نايب أو 25 نايب أو 16 نايب أو 17 نايب فقط أنت بحاجة لواحد لرئيس يكون عنده 128 نايب لماذا هذه الحاجة تنتفي عند الفرقاء الآخرين لسبب واحد بسيط لأنه بده كل فريق يوصل الأقوى لأنه هني أطراف الرئيس المسيحي يجب أن لا يكون طرفا الرئيس المسيحي يجب أن يكون جسرا بين الطرفين الكبيرين في المنطقة هذا الرئيس المسيحي الوحيد بهذا مش بس بالمشرق العربي بكل آسيا تجربة الرئيس سليمان أستاذ علي حصل على تأييد 128 نايب وين صار بآخر وليته لأنه جرى تعطيله قوى 14 أزار التي ما كان إلا يد كبيرة بمجته بمعنى أنه كانت معه لكن كان بتفضل أنه توصل الله يرحمه الأستاذ ناسيب لحود أو الله يطول بعمره الشيخ بطرسحر لكن بالرغم من ذلك دعمته ما وقفت بوجه ولا مرة ما اصنضمت ولا مرة في حين أنه الآخرين لحظة اللي الرئيس سليمان حاول أن يقول بالنقي بالنفس إعلان بعبدة ياخد شوية مواقف إلى علاقة بتقوية الدولة المطالبة بتقوية عنصر الدولة ووجها وخونها وحوصرة وقوطها هنا أريد أن أصل لهذه النقطة أنه إذا ما كان فعلا آتي من من إجماع حقيقي معين بيتعرض لما تعرض لها الرئيس سليمان عند أول مخترق بس بس بديك كمان الرئيس ما يصطدم بفريق آخر كمان لأنه لأنه إذا كان هناك وكمان ما ينفهم غلط هذا الكلام ما في زنبي حدا المشكلة وين المشكلة أنه عندك حالة شازة بالبلد اللي هي السلاح جيش ثاني ودولة ثانية دولة والجيش طالما هذه الحالة موجودة مبارح من يومين ثلاثة شفت خطاب سيد حسن نصر الله اللي هو خطاب ما قالوا علاقة ما قالوا علاقة بتوازل البلد فتحين على حسابهم الجماعة مصبوط وهذا طلاقه نبتعدوا معهم وبتحكوا عليهم لا مش شاعدها نحنا منقعد معهم ومنقلهم هذا الكلام الذي يقال هون عمين قال جوه نعم بس ثانيا نحنا بهمنا شغلة كتير مهمة أنه إذا في طرف غير مسؤول بالبلد يعني ما فرقة معه بيفجر البلد بفوتك بحروب مضطرين نحنا نلحق ونمشي معه وهلقد نحنا شو بدنا نحنا البدنا إيه هو نمنع انفجار بالبلد نمنع انهيار البلد نحاول نلم قدمة فينا نقول الحقيقة لأنه إذا لم نقل لحزب الله يعني أنا مع الحوار وقلت لك إذا هلأ بكرة بين قال لي أعود على طولة الحوار بأعود على طولة الحوار لكن يجب أن تقال الحقيقة إذا الإشي اللي عم بتم التوصل لتوافق حوله هلأ يمكن بيروت منزوعة الشعارات بعد ما كان الطموح بيروت منزوعة السلاح ببعث إذا يوما ما تصلوله هل هي فعالة اليوم الأستاذ سمير منصور بالنهار بيقول لي بيعرف كيف تنطلق شرارات الحرب بيقدر أنه هيك خطوات صغيرة ممكن تكون فعالة بتشوفها فعالة ممكن تكون فعالة أنا لا أؤمن يعني ما بدي أقول لا أؤمن يعني ما رح صدق إلا ما أشوف أنه أزيلة الشعارات والأعلام يعني الشعارات والأعلام كان شوف هلأ قديش رح تنزل وقديش رح وبعدين هذه الشعارات والأعلام هذا أضعف الإيمان يعني ما بدينا نقول أنه هذا والله شغلة عظيمة وصلنا لها يعني بالنتيجة العالم اللي إنشال بربع الساعة بين حط بديقتين موجود محطوط موجود بالبيوت وموجود بالمحلات وموجود عند الشباب اللي موجودين على أطراف الأحياء وعلى زوايا الأحياء مش هذه النقطة النقطة أنه نحنا نريد أن نحاول وسوف نستمر بالمحاولة نعم لكي نسهم في حقن الدماء بلبنان ولكي نحمي هذا البلد إذا غيرنا جانا وحابب يبعث ولده على القتل بسوريا هذا شأنه بعد الفاصل الحوار بعد الفاصل الحوار المسيحي المسيحي هل هو على نفس الموجة هل تعطل الحوار بعطل الحوار التاني رأيك قد اسمعه بعد التوقف مع تاني فاصل أستاذ سمير فرنجية اليوم سألته هيام الصيفي بالأخبار عن الحوارات القائمة بيقول حوار حزب الله المستقبل ضروري أما حوار عون وجعجع فهو خارج الزمن عندك نفس الانتباع لا ما أنه خارج الزمن أي حوار ثنائي أو متعدد الطرف هو من داخل الزمن لأنه بالنتيجة مش معقول أنه يكون في حوار ما بين الطيار المستقبل وحزب الله على أضايا بتتعلق بالبلد وما يكون طرفين مسيحيين وزنين بالبلد ما عم بيحكوا مع بعضون نعم بالحكس يعني ما لازم يعني ربما سمير بيك عم بيقيم عم بياخد تقييم من ناحية سياسية إذا بتودي لمحال أو ما بتودي لمحال شو وزنة بتركيبة البلد ما بعرف لكن أنا بعتقد أنه أي حوار جيد مع الخصم أحسن وأحسن مع العدو أحسنين يعني بهال مجال الأستاذ ملح مرياشي بيقول كمان بنفس الصحيفة لكل شيء وقت وقت للحصاد ووقت للزرع ولا يجوز أن يكون الحصاد بوقت الزرع نحن مستعجلون ولكن غير متسارعين يعني بالحوار نعم مع تيار الوطني الحر تعتبر أنه تخطيهم أول امتحان اللي هو بس شريط النائب سريدة جعجع وأنه كيفية معالجة هالموضوع هو تخطي لأول امتحان تقا بينتهم؟ لا هذا عنصر إيجابي بالعكس هذا شغلي كتير منيحة أنه يبلش نوع من هيك تهدئة إعلامية وتهدئة بالنفوس من بدت الشريط كان خارج هذا الجو؟ بس خليني إليك شغلي الجو عم بيطرق بين الطرفين بده وقت كتير الحقد كبير ما تنسي الأحقاد بين العونيين والقواتيين حقد عمروا 30 سنة نعم وفيه دم فيه دم كتير وترسخ عبر السنوات بالرغم من كل شيء بالرغم من أنه طرفين عانوا من نفس الخصم أو من نفس الطرف اللي هو الطرف السوري اللي نفى شخص وسجن شخص آخر أو قيادة قائد هون وقائد هناك بس بكل أحوال الحوار جيد يجب أن يكون هناك لماذا هناك انتباع أنه عندما وإذا بيوصلوا لمرشتخ تسوية ليش لا؟ صعبة ما هيدا السؤال أنه فيه انتباع أنه بس يوصل الأمر لمنقشة موضوع رئاسي ستكون عودة إلى المربع الأول خلينا لك شغلي اللي عم بيمنع انتخاب رئي جمهورية بحجة شو ما كانت الحجة؟ حجة التمثيل حجة القرار حجة عودة الكرامة المسيحية البدكة عم بيسهم بإذابة الوزن وبتخفيف الوزن المسيحي في هذه المنطقة مش صحيح الكلام الذي عمين قال اللي هو بس لتهيج الناس وتهيج النفوذ وشحن النفوذ بمواجهة أطراف آخرين أفسحوا المجال أمام انتخاب رئيس لأنه هذا الرئيس هو الرئيس المسيحي الواحد في هذا المشرق وفي كل هذا المنطقة هل ترى هذا الأمر بالمدى المنظور؟ لا وهذا شيء مؤصف ما رح يكون في أي تطور بالمعنى الإيجابي إذا بده يصير إيجابي يمكن يروح أبعد يعني يمكن يروح بالاتجاه الآخر قبل أن يبين نتائج الحوار والنتائج المفوضات الإيرانية الأمريكية إيرانيين عم بيحصلوا معهم وراء بإيدهم الأستاذ ياسد دايري اليوم بالنهار بيقول أنه فيه استحاقين بيتقدموا الاستحاق رئاسي لبناني وظل أحصت أنه البلد ماشي تعودوا بلا رئيس المسيحيين أولا أن الحوض الرابع بتقوم لأيامي الكازينو بتقوم لأيامي رئيس جمهورية ما حدا بيقول شيء طيب إذن كمان في هناك مسؤولية مسيحية داخلية بين الأطراف المسيحيين جميعا مجلس الوزراء اليوم رح ينعقد ويقال أنه فيه لغم على هذه الطاولة وهو اكتراح الرئيس سلام تغيير ألية التصويت ينفجر هاللغم أم لا بيمر مرور الكرام لا يمكن ما يمر ما يمر من قبل من المسيحيين بدوا يعترضوا عليه ايه لأنه بيصير يعني لا بيقول مقرب من العماد عون أنه لا هو يؤيد هذا الأمر ايه بس فيه كمان يعني إذا بترجعي يعني أولا هذا قرار دستوري ما بيقدر يعني هذا شأن دستوري ما بيقدر مجلس الوزراء كمان لحاله يقرر بهذا الشأن ما بعرف يعني أنا مني ضليع بهذا الأمر ومني ما بيقدر أني أفتي بهذا الموضوع لكن بعتد أنه صعبة هذا مجلس رئاسي ما بينفجر يحيد الموضوع هلأ إذا بديك تدغري هناك ثلاث أربعة أطراف بالبلد اني حاكمين البلد يعني الموضوع منه قديش بتجيبي صوات جوا بيتفقوا خمس شخصيات كبيرة بالبلد على شأن معين بيمر بيمشي بيمشي بدي أرجع لما قال أستاذ لياس الدائري بيقول للاستحقين اللي بيتقدموا الاستحق الرئاسي الملف النووي الإيراني والانتخابات بإسرائيل وبقول أنه علينا انتظار شهر نيسان على الأقل شو بتقدموا بتأخر نتيجة الانتخابات بإسرائيل اللي أهم من ذلك اللي أهم من ذلك هي موضوع الإيراني الأمريكي هلأ الانتخابات الإسرائيلية إذا أعيد انتخاب نتانياهو سوف يكون له يد تطلق يد نتانياهو بالعمل العميق وبجدية لمحاولة منع حصول هذا الاتفاق ونحن ما مننسى أنه بشهر أذار نتانياهو مدعو إلى الكونغرس من الكونغرس الأمريكي إلى الكونغرس الأمريكي وهذه الدعوة معتبرة من الإدارة الأمريكية أنها تشكل تحدي والكلمة التي سوف يلقيها نتانياهو واضح شوه هي كلمة معارضة ومحذرة من الاتفاق محذرة من هذا الاتفاق وهذا ما يجعل الأمر أيضا جزء منه موجود بالانتخابات هل صحيح أنه خلص تم التوافق على هذا الموضوع بس بيبقى أنه تضهير الاتفاق انبت الموضوع الشيء اللي بنعرفه هذه معلومات على الأقل فينا نقول معلومات أوروبيين من الفرنسيين ومن البريطانيين بأنه الأمريكيين محمسين على الرئيس بده نصر يختم في وليته أليس كذلك على الأقل بده أشتيني كمان مثل ما هجم على كوبا لإقفال ملف الكوبا بده يسكر الملف الإيراني وبده يجعل أنه هذا هو الإرث هذا اللاجسي طبع أوباما وهو مستعد أن يقاتل حتى آخر لحظة من وليته الكونجرس الأمريكي هل سينجح؟ هل ستأتي أحداث معينة لتقلب التوقعات؟ ما بنعرف أيضا هناك في الداخل الإيراني مقاومة لهذا الموضوع من المحافزين الطيار المحافز هو الطيار الحاكم أيضا الأساسي الذي يعتبر بأنه هذا ممكن أن يهدد الثورة الإيرانية أو التركيبة الإيرانية الحالية يعني فيه كباش داخل أمريكا نفسها وداخل إيران إيران إذا صار في اتفاق رفاعة العقوبات وصار في انفتاح اقتصادي إيران رح تتغير هذا رهان هذا رهان أوباما على المدى الطويل ورهانه على عودة حلف أمريكي إيراني ما بنعرف شو رح يصير بالمدى القريب ولا نختم حديثنا كلام آية الله علي خامنئي يلي سرب بالأمس بالصحف أنه أعطى الإذن لمجموعات من الشباب الإيراني للقتال إلى جانب أخوتهم العراقيين والسوريين واللبنانيين هل موقف اليوم تناولوا عون الكعكة أخيرا بجريدة الشرق بيقول فيه ما رأي سماحت السيد نصر الله بهذا الكلام وهل يقبل به هل الإذن يلي أعطي للإيرانيين لمناصرة أخوتهم السوريين والعراقيين واللبنانيين هل يأتي بإطار قواعد الاشتباك الجديدة التي باتت قائمة بعد عملية نزارع الشباب نعم قواعد الاشتباك مع إسرائيل ما تغيرت هذه قواعد الاشتباك داخل ضد السوريين وضد العراقيين يعني عمليا الإيرانيين موجودين بالعراق عم بيقاتلوا إلى جانب القوات المذهبية الميليشيات المذهبية والطائفية الحشد الشعبي وما شابه ذلك موجودين لدعم نظام بشار الأسد ومنع سقوطه عم بيقاتلوا مباشرة مع إسرائيل قواعد الاشتباك رجعت وبالرغم من كل الخطابات هذا كله شو بدك حكي هذا قواعد الاشتباك رجعت لما قبل القناترا حزب الله رد على مقتل جماعته بالجولان إضافة إلى الجنرال الإيراني رد بلبنان ومش بلبنان أيضا بمازالع الشبعة يعني كأنه أراد أن يقول للإسرائيلي أنا رجعت وهذه رسالة إيرانية أنه رجعنا على قواعد الاشتباك ما منتحرك على جبهة الجولان لأنه أي تحرك جديد على جبهة الجولان رح ينضرب إذا كان هالمرة كان فيه 12 ضحية مرتجي بيكون 25 ضحية ما رح يقدروا يغيروا هذه القواعد لأنه هي بتفتح حرب إذن لماذا تخوفت قوة 14 أدار على الـ 17-01؟ يعني لا لا ما فيه خوف على الـ 17-01 حق اليوم هناك وقيل إنه هالموضوع انترح مبارح بجولة الحوار إيه هدا من حيث المبدأ عمليا شو 17-01 حزب الله ماشي به هدن مع الإسرائيلي من الفائل الـ 6 إلى هلا ما عمل شي ما خرق الهدن عمليا إلا بعض المناوشات السخيفة ما فيه شي ما عمل أوكي خرق الـ 17-01 بإطار آخر عبر إعادة تنظيم نفسه داخل الجنوب وإعادة بناء قواعد عسكرية هو كان منتشر خارج القرى قبل الـ 17-01 شو عمل هو لما أعيد أعمار هذه القرى والمدن في الجنوب أعادة بناء قواعده العسكرية داخل المدن وتحت الأرض ودخل السلاح ودخل موجود السلاح وموجود الصواريخ عن جديد بهذا المعنى هو خارق لكن ما عم بيقوم بأي عملية ضد إسرائيل وما رح يعمل شي بهذا الموضوع ممكن وصلنا لختم حديثنا معك أستاذ علي حمادي أنا بدي أشكرك شكرا جزيلا لمرافقة اليوم أشكر المشاهدين على المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة